اشهد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر حفظه الله بمضاعفة صرف مخصصات المساعدة الاجتماعية لمستحقي الضمان الاجتماعي والإعانة المالية التي تصرف لمخصص الإعاقة بمناسبة شهر رمضان الكريم أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن هذه التوجيهات الكريمة تعكس اهتمام سمو رئيس الوزراء بكافة المواطنين ومتابعة شؤون حياتهم وعلى الأخص الفئات الأكثر احتياجا وذلك في إطار سياسة التنمية الإنسانية والاقتصادية الشاملة التي أطلقها جلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وقال حميدان إنه جاري العمل حاليا على تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر وسيتم تحويل المبالغ المضاعفة المستحقة لجميع المستفيدين بحلول منتصف الشهر الجاري مضيفا أن عدد المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي يصل إلى ما يقارب 16 ألفا وبين الوزير أنه سيتم تحويل مبلغ يصل إلى نحو ثلاثة ملايين دينار بحريني بدلا من المبالغ الاعتيادية التي لا تتجاوز مبلغ المليون ونصف المليون دينار بحريني وفيما يتعلق بمخصص الإعاقة فقد أوضح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأن هذه المساعدة سوف تتضاعف هذا الشهر مشيرا الوزير إلى أن عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة يبلغ قرابة 11 ألف مواطن وسيتم تحويل مبلغ وقدرهم اليونان و214 ألف دينار بحريني لتغطية المنحة الشهرية الاعتيادية والمنحة الإضافية